بسم الله الرحمن الرحيم أبناي وبناتي تلاميذ تلميزات الصف الثالث الابتداي أهلا بكم في قناة زاكر لي يا بابا النهاردة عن زاكر مع بعض مادة الرياضيات بسم الله الرحمن الرحيم الدرسان 28 و29 اللي هو بعنواني أولاد التقسيم إلى مجموعات متساوية التقسيم إلى مجموعات متساوية هنا أقول لك إذا كان لدينا ست قطع من الكيك نريد توزيعها بالتساوي على طفلين فكم يكون نصيب كل طفل نريد توزيعها على الصورة مع بعض الوضع الصورة كل واحد يأخذ ثلاثة يمكن كتابة مسألة القسمة كما يليم ست قطع من الكيك تقسم إلى مجموعتين متساوية فيكون نصيب كل طفل تلات قطع تكتب ازاي بالمسائل دي أولاد سنتقل إياها 6 على 2 بل العلامة دي أولاد اسمها علامة القسمة اللي هي شرطة ونقطة فوق ونقطة ت Нет اسم علامة القسمة وتقرأ على فنقول إياها 6 على 2 يساوي ثلاثة ثلاثة دي اسمها يا ولاد خارج القسمة اللي بعد علامة يساوي اسمها خارج القسمة ونجد ان باقي القسمة يساوي سفر دي اسم يا ولاد دي مسائل القسمة عليك نحل نشاط مع بعض عشان نفهم اكتر هنا نشاط واحد نحتاج ان نقسم تناشر قلم ملون بالتساوي على ثلاث علب اقلام قدر تناشر قلم يا ولاد علاج ان كل علبة فيها اربعة فنقول ايه اربعة 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 كده جسمناه لتات مجموعات كل مجموعة فيها اربعة فنقول كل مجموعة بها ايه اربع اقلام لان ايه اتناشر على الثلاثة يساوي اربعة اتناشر على الثلاثة يساوي ايه اولاد يساوي اربعة النشاط اتنين عاقول ايه قسمة الخمستاشر تفاحة بالتساوي على خمس صنديق استخدم الرسم لتوضيح ايجابتك يبقى احنا كده اولاد نرسمه خمستاشر اتقسمه على كام خمس صنديق يبقى كل صندوق يتحطي فيه ايه اولاد يتحطي فيه ثلاثة فنقوله كل صندوق يحتوي على ثلاث تفاحات مسألت القسم هي خمستاشر على خمسة يساوي ثلاثة ليه اولاد عشان ثلاثة في خمسة في خمستاشر نشاط ثلاثة بيقولك عدت هاجر عشرين سندويتش واراد توزيحها بالتساوي على اربع اصدقاء استخدم الرسم لتوضيح ايجابتك هنا اولاد عشرين سيكون نصيب كل صديق من السندويتش خمسة في خمسه مسألة في القسم هو 24 على ر MAY AND L78 ذات او هذا المنتج هاجر عشرين على اربعةencان يساوي 5 سات و آguyون من البيانيا لدينا اولاد اربعة فخمسة في عشرين 2010 على اربعة يساوي 5 و نرسم مع اصدقاء ب DNA تعالو تقليل البيانة بميفة كل 1 كترك في خمسة سندويتش هنا خمسة و كمسة في عشرía وخمسة خمسداشر وخمسة عشرين كده بها عشرين على الاربعة فيها الخمسة طب نشاط اربعة هيقول لك لدى سامي عشر برتقالات يريد توزيحها بالتساوي على خمس سلات ارسم البرتقالات لتوضيح نصيب كل سلة طب هنا اكتب مسألة القسمة المستخدمة مسألة القسمة نقول يا ولاد نقوله عشرة على خمسة كل واحد ياخد كامل يا ولاد كل واحد ياخد اتنين فنرسم هنا كل سلة فيها برتقالتين نرسم مع بعض فنقول يا ولاد هنا اتنين واتنين اربعة واربعة واتنين ستة وستة واتنين تمانية واتنين عشر كده اكتب عشرة على الخمسة فيها الاتنين ده بالنسبة لدى ايه المتنشاط اربعة نيجي بعد كده يا ولاد القسمة مع الباقي نفهم مع بعض الجزئية دي لدينا اربعتاشر بلونة نريد توزيحها بالتساوى على النسرين ورمية ومجدة هنلاقوا يا ولاد ان النسرين دي تاخد اربعة ودي تاخد اربعة ودي تاخد اربعة فنقوله تلاتة تلاتة فاربعة بو اتناشر وعيد بقى ايه يا ولاد عيد بقى اتنين فنقول يا ولاد عندما نقصم البلونات نجد ان لدينا بلونتين متبقين ليه لان لا يمكن تقسيمه على الاسدقاء السلاسة مسألة القسمة هي ايه يا ولاد اربعتاشر على تلاتة يساوي اربعة والباقي اتنين نجد ان نصيب كل واحد اربع بلونات وباقي القسمة اتنين نفهم مع بعض لما نأخذ النشاط فنقول نشاط خمسة لدينا تسع سمكات لدينا تسعة اسماك نريد توزيحها على مجموعة من القطة بالتساوي بحيث يكون نصيب كل القطة سمكتين فنعمل ايه يا ولاد فنقوله هنا ايه كل القطة خلت اتنين واتبقت ايه واحدة فنقوله اربعة اتنين واتنين اربعة ستة تمانية واتبقت ايه واحدة فيكون عادل القطة فكام يكون عادل القطة يبهين عادل القطة كام يا ولاد اربعة عادل القطة ايه اربعة طب مسألة القسمة تقول ايه تقول تسعة على اربعة يساوي كام يا ولاد اتنين والباقي واحد يساوي اتنين والباقي يا ولاد الباقي واحد هما تسعة قسمناهم على اربعة وهما دي اعتبر دي قطة ودي قطة ودي قطة يبقوا اربعة قطة وكل واحد خدتينين وتبقى معانا واحد نشاط ستة يمتلك معلم اربعة وعشرين كرة يريد توزيحها بالتساوى على ست طلاب هنا هيقول لها كم عذكرات لكل طالب احنا عندينا كم يا ولاد عندينا اربعة وعشرين ودولها كم ستة فلما نقوله اربعة وعشرين على ستة عيد بكل واحد اخد كم كل طالب يودي اخد اربعة كور يبقى نقوله ايه عادل كور لكل طالب اربعة مساءة القسمة نقوله اربعة وعشرين على ستة يساوي اربعة ليه عشان ستة فاربعة يا ولاد باربعة وعشرين فنرسم كل طالب نحن السلة ديت ونحطوا فيها اربعة كور هنا يا ولاد هنعدوا مع بعض فنقوله اربعة واربعة تمانية واربعة اتناشر واثناشر زيهم يبقوا اربعة وعشرين نيجي نشاط بعد كده يا ولاد نشاط سبعة هيقولك لدينا اتناشر واردة نريد توزيحها بالتساوى على اربع زهريات ارسم لتوضيح نصيب كل زهريات يبقى عندك انت اتناشر يا ولاد اتناشر دولار يتوزيح على اربعة يبقى كل زهريات تاخد تلاتة يبقى كاما عادة يبقى كل زهريات نقوله تلاتة تلاتة واردة مثأة القسمة يبقى كاما يا ولاد اتناشر على اربعة يساوي تلات عشان تلاتة فاربع يا ولاد بو اتناشر هنعد مع بعض يا ولاد نقوله تلاتة وتلاتة ستة وستة وتلاتة تسعة وتسعة وتلاتة اتناشر يبقى كده كل واحد خديه اولاد كله زهريه فيها تلاتة اتناشر على الاربع فيها التلاتة نشاط تماني يبقى اكمل نموذج جزء جزء من كل للإيجاد ناتج ما يليه يبقى اوجد نموذج جزء ناقص جزء من الكل لإيجاد ناتج ما يليه نفهم مع بعض المسائل دي نشاط تمانية سأكمل نموذج جزء ناقص جزء من الكل لإيجاد ناتج ما يليه هنا يا ولاد رقم ألف تمانية ناقص أربعة يدينا هنا كام يا ولاد يدينا أربعة يبقى يكتب هنا أربعة فنقوله تمانية على اتنين يساوي أربعة يساوي يا ولاد أربعة طيب رقم به تناشر اتجسمت على أربعة اتناشر تجسمت عليها كام يا ولاد على أربعة يبقى نقوله هنا تلاتة وتلاتة 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 يبقى نقوله اتناشر على أربعة فيها التلاتة طيب المسألة المسألة التانية ستة تجسمت تلات مرات فنقوله على تلات أشياء فنقوله الستة تجسم تبقى تنين واتنين واتنين فنقوله ستة على تلاتة فيها اللي اتنين ستة على تلاتة فيها القام يا ولاد فيها اللي اتنين ناشر تسعة اقولك اكتب مسألة كلامية على القسمة مستخدمة على دين تلاتين وخمسة ثم قم بحلها ووضح حلك مستخدما الرسم هنا يا ولاد جزء نقص جزء من الكل هنا نكتب تلاتين التلاتين هتجسم على قام واحد اتنين تلات اربعة خمسة هتجسم نكتب هي فيها ستة 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 ليه عشان خمسة في ستة بتلاتين فهنا جزمنا على خمسة فيها ستة وممكن نكتب مسألتنا نقول يا ولاد لده احمد تلاتين تفاحة فاذا قام بتوزيحها بالتساوى على خمسة من اصدقائه فما نصيب كل منهم المسألة القسمة تبقى تلاتين على خمسة يساوي ستة نكتب مع بعض الدرس تلاتين عقوق العلاقة بين الضرب والقسمة هنا هيقول لك يمكن ان نستخدم المنزل الموضح في الصورة تمثيل العلاقة بين اعداد السلاسر اهم يا ولاد هنا هيقول لك المنزل 4 في 2 ب8 2 في 4 ب8 8 على 2 في 4 8 على 4 في هالثنين يبهين عمقوله 2 في 4 ب8 8 4 في 2 ب8 8 على 2 في هال4 8 على 4 في هالثنين أربع مجموعات بكل مجموعة اثنين طائر هنا مجموعتين بكل مجموعة اربع طيور كما جسمنا تمانية على اثنين على المجموع مجموع مجموعة أربع طيور ولما جسمنا 8 على 4 هذا الأربع عشش كل عشش فيها هي 2 طائر بأربع مجموعات بكل مجموعة هي 2 طائر هنا أقول لك لاحظ أن العلاقة بين الثلاث أعداد في عملية الضرب هي أن الاثنين دي والأربع عوامل للعدد 8 يبقى العلاقة بين الثلاث أعداد في عملية الضرب هي أن عوامل العدد 8 ونجد أنه يمكن أن نقسم الثلاث كما يلي الثلاث نقسمها إذن نقسمها 2 يعني تقسمت على 4 مجموعات كل مجموعة 2 طائر يبقى 4 مجموعة بكل مجموعة عنصرين إذن نقسم على 2 يبقى 4 و4 مجموعتين بكل مجموعة أولاد 4 عناصر نشاط 1 لدينا 20 صمرة منجو مقسمة عن حين نشاط 1 نفهم مع بعض لدينا 20 صمرة منجو مقسمة على الأربع أطباق نشاط 1 نحل مع بعض نشاط 1 عشان نفهم مع بعض العلاقة بين القسمة والضرب لدينا 20 صمرة منجو مقسمة على الأربع أطباق بالنظر إلى الصورة أكمل ما يلي أولاد 20 صمرة مقسمة على أربع أطباق لطباق فيه كاملة أولاد 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 نشاط 2 20 على 5 فيها الأربعة و20 على 4 فيها الخمسة فنقوله 4 في 5 بعشرين و5 في 4 بعشرين و20 على الأربعة فيها الخمسة و20 على الخمسة فيها الأربعة فيها يا أولاد الأربعة نشاط 2 بيقولك في نشاط 2 أكمل ما يلي أول حاجة ألف بيقولك هنا 3 و7 يبقى هنا المفروض يبقى فيه كاملة أولاد 3 في 7 بواحد وعشرين يبقى هنا 21 فنقوله 21 على السبعة فيها الثلاثة و21 على الثلاثة فيها السبعة ونكتب مع بعض نقوله 3 في سبعة بواحد وعشرين طب سبعة في تلاتة بواحد وعشرين طب نقوله يا أولاد 21 على الثلاثة فيها السبعة وواحد وعشرين على السبعة فيها الثلاثة طب نيجي المسألة التانية اللي هي به عندك 18 وهنا 6 يبقى إيه اللي نضرب في ستة دينها 18 يا أولاد ستة في تلاتة فنقوله ستة في تلاتة هناك بها تلاتة ستة في تلاتة بطمنتاشر فنقوله ستة في تلاتة بطمنتاشر طب تلاتة في ستة بطمنتاشر ونقوله 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 18 على على كام نقوله 18 على تلاتة فيها الستة وطمنتاشر على الستة فيها التلاتة ده بالنسبة رقم به طب رقم جيم هنا يبقى علاقة اللي اتنين بال اللي اتناشر بالل اتنين فنقوله اتناشر على اتنين فيها الستة فيها يا أولاد الستة فنقوله اتنين في ستة بطناشر طب هنا نقوله كام ستة في اتنين بطناشر وطناشر على الاتنين فيها الستة وطناشر على الستة فيها الاتنين ده بالنسبة لي النشاط بتاعنا نشاط تلاتة يقولك صف كلها من المصفوفات التقاتية مستخدمة مسألة ضرب مرة ومسألة قسمة مرة نشوف مع بعض يا أولاد هنا يقولك تلاتة في نغط يساوي خمستاشر يبقى تأتي في كام يا أولاد تلاتة في خمسة تلاتة في خمسة ب خمستاشر أهم تلاتة في كام في خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طب خمستاشر على التلاتة فيها الكام فيها الخمسة يبقى لو قسمتهم لتلاتة مجموعات هتلاقي كل مجموعة كام يا أولاد خمسة كل مجموعة خمسة طب رقم به هايقولك نغط في ستة يساوي كام يبقى نعده كده يا أولاد دولة كام ستة يبقى كام هنا واحد اثنين ثلاث أربعة فنقوله أربعة في ستة بي كام ب أربعة وعشرين طب أربعة وعشرين على الستة فيها كام فيها الأربعة ده بالنسبة لنشاط ثلاثة نشاط أربعة بيقولك صف المصفوفات الآتية مستخدمة مساء الضرب وقسمة أول حاجة دولة كام يا أولاد دول واحد اثنين ثلاث أربعة في كام في واحد اثنين في ثلاث يبقى أربعة في ثلاث نقوله يا أولاد أربعة في ثلاث واثناشر أربعة في ثلاث بقام اولاد بائد أ平 تلاث يدين ثلاث يدين ايه أولاد يدين تلاث وبكده وصلنا معكم نهاية الدخس النهار ده أرجو كون استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته